أنا سكن في بيت المقدس والكنيسة أريبة من بيتي وأذهب كل يوم تقريبا إلى كنيسة القيامة والكنيسة كلها مكان مقدس ولكن أحب مكان على قلبي داخل الكنيسة هو كنيسة القديسة لنا بحيث أتوجه إلى أسفل المكان بجانب اكتشاف مكان الصليب لكن السؤال المباشر عندما بيأتوا الزوار إلى مكان يكون بعض منهم مثل النساء لا يضعون على رأسهم منديل وذا كون ملابسهم قصيرة جدا ومفتعة وأشعر بضيق في قلبي عندما أجد البعض بهذه الشكل هل تقبل الطاعة والعبادة لمثل هؤلاء مع أني مسلم لا أعرف الجواب يا صاحب السؤال أولا أشكرك أولا بالنسبة للبس القصير والعريان ممنوح في الكنيسة وخارج الكنيسة ممنوح في الشارع ربنا ما منحش الزينة الجمال مقبول من ربنا لكن العسرة مش مقبولة لربنا البنت اللي تتزين وتلبس جميل ما فيش مانع مثل عروسة ما هيئة لرجلها أظهر الجمالها لكن البنت اللي تظهر مفاتنها ده الغلط وده المرفوض عشان كده إظهار المفاتن مرفوضة سواء كانت تنزل في كنيسة القديسة هلانة أو كنيسة القيامة أو تمشي في الشارع أو حتى تروح شغلها لازم الإنسان ما يكونش سبب عسرة للآخرين لأن الكتاب يقول ويلون لمن تأتي بواسطته العسرة عشان كده مهم جدا إن احنا نعلم أولادنا ونعلم بلاتنا الحشمة والإحترام عايزين تشوفوا الحشمة شوفوا أجمل واحدة في الدنيا العذرة ومريم شوفوا لبسها كان ايه كانت بتلبس كتافي ولا بتلبس لبس قصير شوفوا كانت مغطية رأسها ازاي انت لو رحت لأديرة الراهبات عندنا في مصر لما تقابلك راهبة تجد على وجهها مسحة من الجمال الوقور اللي يخليك ترتاح نفسيا اللي يخليك تشعر بريحة الطهارة هو ده الجمال المطلوب لك حق بس مش في كنيستة القديسة أهلانة بس حتى في الشارع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة